عمان مر على ظهور فيروس كورونا تفشى الوباء خلالهما في صورة متحورات عدة ليودي بحياة الملايين ويخلف أضراراً كارثية ومن داخل هذا المختبر في جماعة إكستر البريطانية يعكف العلماء على تطوير اختبار أكثر حساسية ضد كورونا أملاً في تقليص انتشاره إذ يحدد ما إذا كان المصاب لا يزال معدياً الفحوصات التقليدية تبحث عن المادة الجينية للفيروس دون تفرقة ما إذا كان نشطاً أم هي بقايا لا تزال موجودة للتو بعد الإصابة أما اختبارنا الجديد فيعمل بشكل مختلف إذ يلتقط جزءاً محدداً يوجد فقط عندما ينقسم الفيروس النشط الاختبار الجديد يأتي في وقت تشهد فيه بريطانيا حالة من الجدل إثر قرار حكومي بتقليص فترة العزل الصحي للمصابين إلى خمسة أيام فقط اكتشفنا أنه بعد خمسة أيام يكون واحد من كل ثلاثة مصابين معدياً لذلك من المرجح أن يتجول ثلث هؤلاء الأشخاص بمستويات مقلقة من الفيروس من المهم إجراء اختبارنا بعد سبعة أيام من الإصابة ومرة أخرى بعد خمسة أيام إضافية وفي حين تشكو الشركات البريطانية من نقص الموظفين الناجم عن فترة الحجر الصحي ينصح خبراء الدراسة باتباع القيود الوقائية وإرشادات الحكومة بخصوص فترة العزل مع التوصية بإجراء الاختبار الجديد لضمان تقليل العدوى وحماية الأشخاص الأكثر عردة للإصابة من جهة وعودة الحياة لطبيعتها من جهة أخرى موسيقى